لا تستقر الأمور في لبنان فأزمة السلاح الذي يرفض حزب الله نزعه باقيا ولا حل في الأفق المنظور الأمم المتحدة جددت طلبها للحكومة اللبنانية بالمضي في إصلاحات اقتصادية ونزع سلاح حزب الله هذا الأخير الذي يبني بحسب الأمين العام للمنظمة قدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية هذه القدرات مكنت الحزب من دعم حلفائه في سوريا والعراق واليمن عبر شبكة نظمها الحرس الثوري الإيراني لتكون بوابته للتوسع في المنطقة هذا التوسع العابر للحدود جر على لبنان ويلات كبيرة جعلته ساحة لتجاذبات خارجية وداخلية فليس غريبا هذا التحرك الأممي في مجلس الأمن الذي بات يدرك وغيره ألا حكومة في لبنان خارج سلطة الحزب من رئيس الجمهورية إلى رئيسي الحكومة والبرلمان والسلطات الأمنية والعسكرية في مقابل هذه السطوة لم تعد الصورة في لبنان كما السابق حتى في صفوف مؤيدي الحزب الذين دفعوا الثمن مرتين مرة بأعداد القتل الكبيرة والثانية بأزمة اقتصادية خانقة دفعتهم للتظاهر ضد قيادات الحزب تلك التي لا تزال تسيطر على المصارف والبنوك اللبنانية التي وقعت في فخ العقوبات الأمريكية والأوروبية بسببه يبدو تماما أن حزب الله اللبناني يمر بأوقات عصيبة بعد مقتل العديد من قياداته ومقتل سليماني حيث اللعبة باتت على المكشوف ولن يرضى مجلس الأمن بالتوازي مع ذلك بشل حركة قوات اليونيفل واستمرار بناء الحزب للأنفاق والمخازن العسكرية على الحدود تلك التي باتت هي الأخرى عرضة للقصف الصهيوني بشكل مستمر في حين أن أمريكا مصرة على الحد من قدرات حزب الله ونفوذ إيران في سوريا والعراق والذي لن يكون بحسب الوقائع كسابق عهده